الماء حق طبيعي لكل البشر بصرف النظر عن الحاجة والأهمية لكن حتى هذا الحق مهدور في العراق الجديد الذي مثل بفعل حكومات الاحتلال المتعاقبة نموذجا للفساد وسوء الأوضاع وانعدام مقومات الحياة وأي حياة بلا ماء هي البصرة ركن العراق الجنوبي ونافذته على الخليج العربي وملتقى دجلة والفرات تعاني من شح المياه وليس الشح بمعناه المعروف بل هو كناية أخف من الانعدام فإن توفرت المياه فلن تكون صالحة للاستعمال البشري ومن ضاقت بيده الحيلة واستعمله فمصيره المستشفى كحال أكثر من مئة ألف مدني تسمموا العام الماضي منظمة هيوم الرايس ووتش سلطت الضوء على ملف المياه هناك فاتهمت السلطات بالتقاعس عن حل الأزمة المتجذرة ما تسبب بحرمان الملايين من حقهم الطبيعي بالحصول على المياه بسبب الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة وسوء إدارة الملف وإهمال التحذيرات من التلوث تسمم عندي أنا عائلتي أربعة تسمم أربعة فلوس ما عندي يوديهم للمستشفى لما فقيه مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة قالت إن البصرة ستستمر في مواجهة نقص المياه خلال السنوات المقبلة بسبب انخفاض معدلات تدفق المياه العذبة والذي يعز إلى بناء السدود في إيران كما أن الإهمال الحكومي أدى لتسرب مياه البحر إلى شط العرب بعد انخفاض مناسيبه هذا فضلا عن تراكم النفايات قرب الأنهار تلوث المياه قالت عنه المنظمة إنه وصل مستويات خطيرة فقد كشفت صور الأقمار الصناعية منطقتين تسرب للنفط في شط العرب لم يتم الإبلاغ عنهما على الإطلاق ما تسبب بازدياد معدلات التلوث خصوصا وأن البنية التحتية لشبكة المياه مهترئة كما أن محطات المياه في البصرة غير مجهزة بالتكنولوجيا اللازمة لمعالجة وتنظيف المياه أنا اليوم المدرسة مدارسة حقيقة شفتها وحذرنا ببداية الدوام قلناهم بابا أن المياه مالحة أن المياه غير صالحة للشرب لا تستخدمونها إطلاقا لا للشرب ولا للغسل تختم المنظمة تقريرها بمطالبة الحكومة بتحرك جدي لمعالجة الأزمة وذلك بحسب الوقائع لن يلقى صدا لدى الحكومة فمن سكت عن تسمم عشرات الآلاف لن يحركه تقرير تحذري فآخر هم السلطة التي تحكم في العراق شعب يموت أي كان سبب الموت حتى لو كان العطش ما داموا على سدة الحكم